اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة قصة حلقة النهاردة غريبة شوية لو حد كان حكيها لي صعب قوي ان انا صدقها بتفاصيلها ولكن المشكلة انها جد بتفاصيلها الدقيقة جدا من احد ابطال الحكاية الحكاية بتيجي على لسان الشخصية الرئيسية وهي ست عندها 51 سنة بتقول ان انا جوزي توفي من حوالي 11 سنة كان سنة ساعتها 40 سنة لما جوزي توفي كان سايب لي خير وكان راجل ما بيخلفش واستحملت ان انا عايش معاه علشان انا كنت من اسرة متوسطة اسرة على قدها جدا وكنت يتيمة وكان الراجل ده غني وتجوزني على كبر عشت معاه وحبيته بعد الراجل ده ما توفي الحقيقة ساب لي خير كتير ساب لي شقة واثنين وتلاتة وسب لي حتتين ارض وسب لي كمان ارض زراعية في البلد اللي هو منها او اللي جزوره منها انا عيشت في خير كانت بتربطني علاقة طيبة جدا مع ست مرات حارس العقار ولكن مرات حارس العقار برضو توفيت وثابت ابن عنده 11 سنة الابن ده كان عايش وحيد مع ابوه حارس العقار وكان راجل كبير في السن انا مجرد ما والدته توفيت انا توليت تربية الطفل ده كنت بعطف عليه وكنت بحبه وكنت ببيته معايا اوقات كتير وكنت براعيه وبذاكر له الايام بتمر وبشوف الطفل الصغير اللي عنده 11 سنة بيكبر سنة ورد تانية بساعده في المذاكرة بيبقى شاب بيبقى طالب في الجامعة بيخلص الجامعة وهو قدام عيني اثناء الرحلة دي انا رفضت زوج واثنين وثلاثة لاني كنت متأكدة تماما ان اي حد عايز يتجوزني هيتجوزني عشان للارشين اللي انا ورساهم من الراجل اللي توفي وهبت العشر 11 سنة اللي فاتوا من عمري دول للولد ده لغاية ما يوم من الايام لقيت الولد بيصرحني بصدمة فوقتني على حاجات وصراعات انا لا يمكن كنت اتخيلها الولد بيصرحني وهو في اخر سنة في الجامعة انه فيه بتربطه علاقة حب ببنت معاه في الجامعة وبنت جميلة جدا وبنت ناس كويسين وبيفكر ومهموم وزعلان انه خلاص قرى بيتخرج وبعد ما يتخرج مش عارف هيعمل ايه يا ترى يجيب البنت بنت الناس دي ويعيشها في القوضة اللي في البدرون بتاع العمارة مع ابوه البواب ولا يطلع يكافح ويشتغل ولو اشتغل المرتب اللي هيحصله هيكفيه ايجار ولا عفش ولا شبكة ولا تجهيزات ولا فرح ولا غيره ولا غيره الست بتقول انا تماسكت قدام مشاعري المتضربة دي وحاولت اوصل للبنت دي وجبت رقمها وكلمتها قلت لها بص يا بنتي انا فاعلة خير وانا يهمني مصلحتك وانا يهمني مصلحة الشاب ده لو انت بتحبيه فعلا وخايف عليه ارجوك ابعد عنه لانه ممكن يعمل في نفسه حاجة بسببك الولد ده من بيئة على قدها وابوه حارس عقار مسن غلبان ما حلتوش غير شوية ملاليم وشيء على الولد ده لغاية ما يخلص جمعة الولد لا حيقدر يتجوزك لبعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة انت عندك استعداد ان انت تيجي تعيشي فوقه ضف بادروم مع بواب اكيد لا ارجوكي اعتبر الكلام اللي انا قدتهولك ده بينه وبينك ما تصرحيش الولد باي شيء ولكن ابعدي عنه تماما الغريبة انه بعد الحوار اللي دار ما بين الست وما بين البنت دي الولد كان حزين جدا ومتوتر جدا وراح رد على الست دي اللي بيعتبرها امه وفي عز الحالة دي الست بتنده حارس العقار وبتقعد معاه على انفراد وبتقول له المفاجأة اللي هي كانت مفاجأة بالنسبة لي لولا ان الست دي كتبة رسالتها بنفسها وشرحة مشاعرها وشرحة ادق التفاصيل في الحقيقة الموضوع ما كانش يدخل الدماغ الست بتقول انها في لحظة من اللحظات قالت انا مش هرب الولد وهكبره وهخليه راجل وتيجي بنت تاخده مني انا عارفة ان فيه فرق بيني وبينه عمر يقرب من التلاتين سنة ولكني لسه مهتمة بنفسي ولكني لسه فعز شبابي اي نعم عندي واحد وخمسين سنة ولكن عندي طاقة زي بنت عندها عشرين خمسة وعشرين سنة انا عايزة اتجوز ابنك وانا اللي بتقدم لك الراجل طبعا تصمر مكانه وبتقول وشه صفره وده نحمرته ومش عارف يعمل ايه الراجل بيبصلي على ان الست هانم المدام اللي طلعه المدام اللي نزله الهانم اللي راحه الهانم اللي جاية وفجأة حب امرات ابنه ابنه اللي قاعد يربي فيه هو صغير وكان بيحلم يشوفه حاجة في الاخر هيروح يتجوز وحدة من سنه امه اكبر من امه كمان ولكن في حاجة تانية كانت بتوازن الكفة وهي الخير اللي انا فيه انا حديله اللي محدش هيدهوله ولقيت الشاب ده جاي لي بنفسه وبيقول لها الكلام اللي ابوية قالهولي ده حقيقي قالت له ابوك قالك ايه قالها ابويا قالي ان انت عايزة تتجوزيني وانا موافق ست بتقول ان انا ترطم الفرحة ما كنتش مسدقة النظرة اختلفت تماما من الولد اللي انا بعتبره ابني وكبرته على ايدي نطيت في حضنه زي الطفلة الصغيرة يوم واثنين وثلاثة وما كملناش اسبوع وكنت شايل عفش الشقة ده كله ومجدداه من جديد من الابرة للصاروخ حتى الستاير حتى النجف حتى هدومي كمان رامتها كلها واشتريت ليه هدوم جديدة واشتريت له كمان هدوم جديدة وبنيت حياة جديدة تماما وبالفعل رحنا كتبنا الكتاب واخدته وسفرنا ولكن بعد مرور حوالي سنة بالزبط حسيت ان الولد بيحلوه الولد بيزيد شباب الغناء بن عليه جال في يوم من الايام عمالي كسر في البيت ومتنرفز وعمال يزعى وكذا كذا كذا ما لك يا حبيبي يشتم ما لك يا حبيبي يا كاد يتطاول على الست دي وقال لها انتي فيك وفيك 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 انت تجننت انت مش عارف ايه انت مش عارف ان انت بتكلم مين انت نسيت نفسك انت جزا قال لها انا ما نسيتش نفسي وانعارف مكان كويس لكن انت احقر انسانة انا قابلتها في حياتي ليه قال لها انا بالصدفة قابلت البنت اللي انا كنت بحبها اللي فرقتي مبيني وما بينها بنفسك وقالت لي ان فيه واحدة ست كلمتها وقالت لها كذا 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 ودي طريقة كلامك ودي كل المعلومات اللي محدش عرفها عني غيرك انا ما حكتش لأي مخلوق عن قصة الارتباط والحب بالتفاصيل دي لاي انسان غيرك انت وانت اللي فرقتي مبيني وما بينها البنت دي لسه لغاية دلوقتي ما تجوزتش وانت اللي خلتيها تقول لي انها خلاص هتتجوز من راجل تاني الستة عصبت جدا وقالت له ده لما تشوف حلمة ودنك بعد كل اللي عملته لك انا عملتك بنا ادم انا عملتك كذا انا عملتك كذا انا عملتك بيه وركبتك عربية انا كل ده عملته علشان خايفة عليك انت كنت هتضغط مش هتقدر تعمل لها اي حاجة لو انت فاكر ان انت هترميني دلوقت وتروح لحتة عيلة تبقى بتحلم انت لو خرجت من البيت ده انا هرفع عليك قضية وحزرقك وهعمل عليك محاضر وهعمل لك محاضر سرقة وهعمل لك كذا 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 وهستخدم كل فلوسي علشان ما تروحش من ايدي انا بحبك وبحب التراب اللي انت بتمشي عليه وكذا كذا 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 والست بتقول انا دلوقتي قاعدة مش عارفة اعمل ايه انا بحبه انا عملت كل اللي نفسه فيه انا حتى كنت الطاقة اللي عندي كأنسة ما كنتش ببخل عليه بيها بالعكس انا كنت بمارس معاه العلاقة مرة واثنين وتلاتة وعلى غير رغبتي علشان ما يجيش لحظة من اللحظات يحن البنت صغيرة او يكون عنده طاقة علشان يروح بيها لحد في سنه انا كنت عاميا عن كل الستات انا كنت بعمله كل شيء يحلم بيه راجل مني كأنسة او من الأنسة علشان ما يبصش لبرة مرة واحدة بس يا ستي انت غلطت من البداية فرق السن مبينك ومبين الولد ده فرق كبير جدا زي ما بتقولي حوالي تلاتين سنة كان لازم تعرفي ان الشاب اللي عنده عشرين واحد وعشرين سنة كمان كم سنة انت هتبقي ست في يعني في مرحلة متأخرة من العمر والشاب ده هيبقى في التلاتين ولا هيبقى في الخمسة وتلاتين وانت هتبقي ست داخلة في السبعين حرام عليك انت لو كنت فعلا بتحب الشاب ده لشخصه كنت ساعدتيه على انه يبتدي حياته ويتجوز البنت اللي بيحبها بمشروع حتى لو حتشاركيه فيه علشان يقف على رجليه ولكنك ما كنتيش بتحب الولد انت كنت بتحب نفسك والحب اللي جواكي كان حب انانية انا شايف النهاردة لو انت فعلا جواكي سرة حب للشاب ده سيبيه طلقيه بما ان العصم في ايدك ولو بتحبيه رجعي جوا قلبك مشاعر الام اللي بتقولي ان هي كانت موجودة في قلبك وسعديه على انه يرجع للبنت دي ويتجوزها لو هي وفقت وهو كمان لو قدر يتماسك ويرجع انسان طبيعي بعد الشرخ اللي عملتيه في حياته اتمنى ان كل انسان يعرف هو واقف فين بالزبط ويكون عنده زر التفكير ويكون عنده زر التحكم في مشاعره علشان ما يجيش في يوم من الايام يظلم نفسه ويظلم الطرف الاخر اشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بنقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحكمة اشتركوا في القناة